هل تعلم أن هناك اليوم من البشر من يعبد البشر؟ وهناك من مازال على عهد قوم نوح قبل آلاف السنين وقفات الحلقة السابعة والعشرون عبادة البشر أول الشرك على الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أن أول شرك وقع فيه بن آدم هو عبادة الإنسان لأخيه الإنسان وكان ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام حيث وسوس لهم إبليس عليه لعنة الله وأغراهم بأن يعبدوا صالحين من قومهم كانت لهم وبينهم مكانة عظيمة فاتخذوا لهم نصبا واتخذوا لهم تماثيل وصور وأصبحوا يعبدونهم بعد أن توفاهم الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في ذلك وقالوا أي قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا آلهتكم لدعوة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فكان قوم نوح يعبدون هؤلاء الصالحين واتخذوا لهم تماثيل ونصب وأصبحوا بهم مشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى السؤال كيف للإنسان أن يعبد بشرا آخر؟ الحقيقة أن المسألة هذه تأخذ في اللاوعي مراحل متقدمة من بداية التمجيد والتعظيم والتقديس إلى التأليه والعياذ بالله سبحانه وتعالى هي مراحل متراكمة على بعضها البعض فقوم نوح لم يعبدوا هؤلاء الصالحين من يوم واحد ولكنهم عبدوهم بمراحل زين لهم الشيطان في ذلك حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وهل تعلم أن نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل والأنبياء وأول الرسل أولي العزم قد مكث في قومه 950 سنة يدعوهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى 950 سنة يدعوهم لأجل إزالة هذا الوثن من عقولهم لأجل محوي هذا الفكر من لاوعيهم أتدرون كم تبعه بعد 950 سنة؟ كم آمن له ستندهش حين تعلم أن أتباع نوح بعد دعوة دامت 950 سنة هم قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل لا إله إلا الله وجاء في الروايات أنه من ركب معه السفينة لم يتجاوز 83 مؤمنا 950 سنة لم يؤمن إلا 83 مؤمنا كما جاء في الروايات لا إله إلا الله ألا يدلنا هذا على أمر عظيم أن تمجيد وتقديس الأشخاص أعظم البلاية التي يصيب بها إبليس بني آدم وأعظم المداخل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى أخي وأختي لا تعتقد بأن هذا الشرك قديم وقد زال من الوجود لا بل إن مظاهره كثيرة في عالمنا اليوم بل إن مظاهره الأولى التي كانت على أيام نوح ما زالت دعنا نشاهد هذا المقطع لثوان قليلة حتى تعلم أن هناك من البشر اليوم من يعبد بشرا مثله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورفعوه من بشريته الى الوهية ادعوها عليه ظلما وزورا وبهتانا حيث قالوا انه ابن الله بل قالوا انه الله والعياذ بالله وحاش لله ولا لنبيه ان ينسب لنفسه ذلك ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله اي لا ترفع مكانتي البشرية وتجعلونني الى مكانة اعلى فما انا الا بشر وعبد من عباد الله سبحانه وتعالى فلا نقول الا انه عبد من عباد الله وقد اصيبت الامة بمثل هذا المرض في الماضي وما زالت لليوم الم تسمع بما قالته طائفة من المسلمين في حق علي رضي الله تعالى عنه حيث انهم رفعوه الى مكانة الاله ووصفوه باوصاف الله سبحانه وتعالى وحاش لعلي ان يكون كذلك ولم تسمع عن طائفة اخرى قد قالت في اولياء الله الصالحين مثل ما قالت في علي فهذا عبد القادر الجلاني وهذا البدوي وهذا فلان وهذا علان بل قالوا في ذلك كثيرا في اولياء الله الصالحين ان هذا المرض لا يقتصر على النصارى واليهود وغيرهم من الطوائف بل هو مرض نخر في عظم الفكر والملة المحمدية وعلينا ان ننتبه لذلك كم منا من يمجد فلانا او علان سواء كان رمزا دينيا او رمزا سياسيا كم منا يمجد رئيس طائفته ورئيس حزبه الم تسمع بطائفة اخرى تقدس واقوال الفقهاء والثانية تمجد وتقدس واقوال زعماء الحركات التجديدية من الجماعات الاسلامية والاخر يقدس الزعماء السياسيين فالمشكلة واحدة والمرض واحد لكن صوره تغيرت انما ظاهر هذا المرض في مجتمعاتنا المسلمة كثيرة جدا وقد نجدها خاصة عند المتدينين او الملتزمين حيث ترى الواحد منهم يتعصب لرأي شيخه ويتعصب لزعيم تنظيمه او زعيم حزبه او غير ذلك وهو يرى في قوله القول المقدس وقول غيره خطأ بلا شك هذا المرض قد نخر في عظم امتنا ومن مظاهره كذلك تقديس ورفع مكانة الزعماء السياسيين والحكام والملوك والصلاطين الى درجة ان يعظم فيه الرجل كأنه نبي مرسل وقوله كأنه منزل من السماء والعياذ بالله هذا التقديس والشخصنة التي جعلناها في رجال والاصل انهم بشر يزنون بالحق ولا يزن الحق بهم فاذا اردت ان تعرف الطريق الى الله تعالى فاعرف الحق فكل من وافق الحق من الرجال فهو على الحق وكل من خالفه فهو على باطل فحينما تسمع برجل يقدس رجلا اخر ويرفعه الى مقام الانبياء او ترى زعيما قد نصبت له التماثيل في الشوارع او رئيسا او حاكما تغزو صوره المقرات والمحافل او ملكا وسلطانا لا يذكر اسم الله تعالى الا وذكر اسمه مقارنا له والعياذ بالله يخافه شعبه ويخشون بطشه وظلمه حينها لا تجزع ولا تضطرب واعلم انه المرض نفسه الذي اصاب قوم نوح فلتكن على خطى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حيث قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا هذا نوح عليه الصلاة والسلام اقام في قومه تسعمائة وخمسون عاما ولم ييأس ولم يتعب لكنه ابقى الامل في قلبه عسى الله ان يهدي قومه فامن معه قليل اخي واختي فليحذر كل واحد منا ان يكون في عقله وفكره تقديسا لبشر مهما كان حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قدسية لأحد ان القدسية لله سبحانه وتعالى فهو القدوس المنزه عن كل خطأ وعن كل شائبة اما البشر فيخطئون ويصيبون فمن اصاب اخذنا منه الحق ولم نجعل عليه هالة القدسية ومن اخطأ طرحنا خطأه جانبا ايها الاخوة ان المسلمين اليوم يتناطحون تناطح الثيران في مواقع التواصل الاجتماعي على اسماء قدسها بعضهم وطرحها ارضا بعضهم فمنهم من يرفع اسم هذا الى السماء كأنه نبي مرسل ومنهم من يخفضه كأنه شيطان الرجيم فاتقوا الله تعالى فيما تقولون واحذروا الهالة القدسية التي يجعلها احدكم على اي كان من كان فانهم بشر يصيبون ويخطئون واعلموا انكم ستقفون امام الله تعالى ويسألكم عن كل ما تخطونه وكل ما تقولونه قال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون اخي واختي كن من اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ترفع احدا مكانا غير مكانه فكلنا بشر سواسية نصيب ونخطئ ليس منا الا ذلك الرجل الذي ولا بد ان يخطئ فخذ من كل ما كان موافقا للوحي واطرح منه ما كان مخالفا له ولا تنصب هالة القدسية على رجل مهما كان وكن من اتباع الانبياء والمرسلين حافظا لكتاب الله تعالى وحدوده ولا تتخطاه حتى لا يصيبك ما اصاب قوم نوح من عذاب ودمار قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى فاغرقناهم اجمعين اسأل الله تعالى ان نكون من اتباع نوح لا من اتباع قومه ألقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة